برحب بكم هامريتان يا عزيزي مشاهديين برحب الزميل العزيز محمد الدك بسعمل خير يا محمد س Safgallah كابتن وبرحب حضرتك ومستدى المشاهدين وإن شاء الله تبقى مباراة قوية إن شاء الله لنادي الأهلي النهاردة وحا nadie تعتبرنا إن شاء الله بإذن الله رب العالم ايه جديد اللي عندك النهاردة النهاردة كابتن مباراة صعبة مش سهلة عن نداي أهلي برغب الناس كلها بتتكلم ان الفريق الشاب الأوسداد جاي من هزيمة إلى أن الفرق دايما فرق مباراة شمال أفريقيا أو دربيات شمال أفريقيا الكابتن تحديدا يبقى لها مزاق خاص أو يبقى لها حماسها ونديةها القوية وحضر كنت 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 لعب وعارف يعني إيه دول شمال أفريقيا تحديدا ودولة الجزائر سواء مع المنتخب أو مع الأندية لنا باع كبير مع المنتخبات مع بعضين أو الأندية والحاجات اللي زي كده اللهاردة كمان يا كابتن من صعوبة المتش أن الفرقة شاب الوزداد جاية خسرانا نظبوط كمان انت راجع من التعادل فقد تطيب فيهم كان ممكن يريح للمتش دوت بس كمان الفكرة اللي شاب الوزداد بيلعب الجيم على شطين عنده الجولة الثالثة في القاهرة وعنده الجولة الرابع ودي حتى في تصريحات الباكيتا المدير الفني للفريق قال اللي أنا عندي شط أول في القاهرة هحاول أخب بأقصى نتيجة إيجابية فيه علشان عندي النتيجة كمان ما تأثرش علي في ماتش الجولة الرابع الصحافة كابتن كلها بتتكلم النهاردة على فكر 3 أو 4 أفكار زي ما عادت كلمت في الامترو عندك أول حاجة تأكيد الصدرة اتمنان على الفرقة قبل الصفر فنية وبدانية جاهزية اللعب قبل الصفر للمونديال كمان فكرة تقديم أداء جيد صحيح الناس كلها بتقولك انت خدت راحة فرق بين ماتش يونج وشاب الوزداد بالزبط اه يعني انت عندك رفاهية يومين زيادة لا بعدك ش حاجة يعني زي ما بيقول خلينا نبدأ كابتن من موقع الكاف موقع الكاف كابتن اللي هاردة كان أبرز عنوان ليه بيركز على ديربي شمال أفريقيا عطوا بيقول كده في نفس العنوان ديربي شمال أفريقيا هيدلاينز توتل كافة شمبيونزي بويكيند يعني هو أبرز العنوان في مواجهات نهاية الأسبوع في دور الأبطال برغم أن فيه مباراة قوية كابتن في الجولة نفسها إلا أنه هو ركز على مطش الأهلي تحديدا بصفته حامل اللقب النسخة الأخيرة وصحب الرقم القياسي وشباب بالوزداد عارفين الندية بين الدول الشمال أفريقيا مع بعضها وكمان نتيجة المطش اللي فات من الأهراب النهاردة كابتن برضو بيتكلمه على فكرة أن النادي الأهلي عينه على تأكيد الصدارة وبروفة أخيرة قبل معمعة المنديل ناكلت عندك المطش النهاردة يوم 8 أنت هتسافر يوم 11 فمعندك حتى رفاهية النقلتة تعمل خطة أو تعمل حاجة جديدة رغم أن أعتقد أن مارسل كولر بيخلي تركيزه مطش بمطش بيبقاش فكرة أن أنا عندي واخد مثلا كل باكتج واسب مع بعضي لا الدوري الواحده الدوري الأبطال أفريقيا لوحدها الدوري الأفريقي الواحده كل بطولة لها استعداداتها وليها التشكيل الخاص بها كمان اللهاردة كمان يا كابتن بيتكلمه في الأخبار فكرة الجمهور النهاردة إن شاء الله الجمهور عندك كمان وكان فيه رحلات مجانية التي سيارها النهاردة عندك 30 ألف إن شاء الله يكونوا متواجدين وكلهم بالزبط برغم الظروف الجو الحاجات اللي زي كده في اسكنديريا حضرتك عارف الجو صعب شوية لا معرفش فإن شاء الله ربنا يكرم إن شاء الله النهاردة الفريق يبقى متواجد برضو في الشهور يا كابتن بيتكلمه على إن كولر بيسعى لنهاية سعيدة قبل المنديال كله هيبقى فيه سياق إلا لحتى لو مش بالنسبالي التهاتي والنقاط دي بطولة واحدها بس هتديك حافز للسفر قبل السعودية وإن شاء الله بمشاة رحمة ربنا يكرمنا نهاردة إن شاء الله حتى علشان بعد قبل المنديال بتقرب خطوة لدور الثمانية للمباراة دور الثمانية بالزبط الحاجة الثانية إنه هو بيحذر من انتفاط الضيوف الضيف جاي خسره للماتش اللي فات فبيحاول يلعب على أقصى نتيجة وأقصى استفادة بمباراة النهاردة في استاد بورج العرب كمان برضا كابتن تصريحات الفريق الجزائري نفسه بتعليل التحدي وفيه أكتر باللعيب كمان حسوا الفترة اللي فاتت واتكلمه اللي احنا آه اتحاد العاصمة زي ما حدك تكلمت كان فيه سوق توفيق في مباراة السوبر الأفريقي بيتكلموا ليه إحنا ما نعملش زي اتحاد العاصمة كمان الحاجة الثانية فهي شاب الوزداد ده جيه زي قبل كده في البطولات السابقة وكسب الزمالك زيهابوا عودة فيقول لك لا أنا ممكن أقرر لتجي دي هاي برغم اعترافه بقوة المنافس يعني هو بيحتر في النادي الأهلي وعنده قناعة كاملة انه هو بيلعب قدام بطل أفريقيا كمان يا كابتن بعد الشروق هنروح للمصر اليوم بيتكلم برضا كابتن بسلاح الجمهور والأرض وقال انه هو كولر بيطالب الشرسة الهجومية وكان في التدريبات الأخيرة حرص على فكرة تركيز قدام المرمى حبكي الحضراركو في التكلم في كل استوديو تحليلي لدي الأهلي أكتر فريق بيروح على المرمى وأكتر فريق بيضيع كامرس الكولر في الفترة دي كحديدا علشان كمان لاستعداد للمرحلة اللي جاية تعلق مثلا فرقة لو نسبت كبيرا كنت هتلاعب الاتحاد السعودي في بداية مشوارة في كس العالم الأندية فمعتقدش انه كدام الاتحاد عندك الرفاهية اهدار الفرص يعني دخلوك مجلوب بالزبط وكمان المباراة حضرتك قلت يعني التسعين ديها بعدها هتتكمل أو لا قدر الله مثلا بيبقاش ليه نصيب بالزبط لا لا بتكلمش لا لا بتكلم فكرة النادي الأهلي ان شاء الله هيكمل لا بتكلم على فكرة 90 دقيقة فيها 3 تايك بس النادي الأهلي طبعا حتى نتكلم في الاتحاد الأفريق نفس أو الاتحاد الدولي بيتكلم ان النادي الأهلي دايما منافس قوي في البطولة صحيح وكل المواسم اللي فات قبل كده بيوصل للسيبي فاينل فان شاء الله لا بتكلمش طبعا محدش يتمنى النادي الأهلي غير الصدارة دايما والنادي الأهلي يلعب على قبل بطولة إن شاء الله السنة دي إن شاء الله إن شاء الله فيها كابتن برضو وبعد كده الدين الجمهورية بتتكلم ان مارسل كولر بيركز على السلاسة الهجومة طبعا هو عنده تشكيلة كاملة وكل نجم في مركزه بس هو بيركز على ثلاثة لعيبة تحديدا وفقا لكلام الجمهورية بيرستاو وكهربا وأنطولي مودست يعني هو ممكن النهاردة ممكن نشوف مودست أو ممكن وفقا لوجهة نظر الفلية ما نشوف مودست كمان محمد عم منعم كما تكلمت في الانترو وقلت إن هو ممكن يديه وممكن يريحه بس إحنا نشوف لفترة أنا لو منه هريح صراحة هي مارسل كولر عنده قناعة كاملة اللعيب طالما ما عندهش الجاهزية كاملة ما بدخلوش في القيمة أو بنزلوش المطس وشوفناها أكتر من مرة مع أكتر باللاعب كان جاهز وبيشارك في التماريات الجرعية لا بيضموا لقيمة ولا بيشاركوا في قيمة في المنطقة المطس آخر حاجة كابتل في الوفد كانوا يتكلموا على فكرة المباراة دي مواجهة تتقرر بعد 22 سنة آخر مواجهة أو المواجهة الوحيدة اللي كانت بين الأهل وشاب وزداد كانت في 2001 والحمد لله رب الله قرم النادي الأهلي كسب زهاب وعودة بالزبط زهاب وعودة وحد صفر وكمان كان وقتها نطش الزياب في الجزائر كان مهم بالنسبة لك كان بناسبة مسابة علوق الزجاجة وكانت بوابة التتويج للآدي الأهلي بعد فترة غياب كان أخيرك الجيل حضرتك اللي هو 87 النادي الأهلي لم يتوق بطولة دي من سنة 87 فكانت دي بداية البتاع وإن شاء الله ربنا يا كريم النادي الأهلي إن شاء الله ويبقى شهب بالوزداد وش الساعد على النادي الأهلي ويوتوق باللقب برقب 12 إن شاء الله ويكسب النادي الأهلي برضو إن شاء الله رايح جاي لأن الماتش اللي جاي برضو بعد العودة حيبقى شباب بالوزداد في الجزائر بالزبط بالزبط في كابتن في الوفد بيتكلمه على فكرة برضو حصد 3 نقاط لتأمين القمة وكانت بيتكلم أن النادي الأهلي النهاردة عنده حاجة أزيط شوية من فكرة خيبات اللعبة ومعترك النادي الأهلي ومشواره في الدورة أبطال أفريقيا أكتر شوية مش شوية بمراحل بينه وبين شاب بالوزداد شاب بالوزداد بيشارك للمرة الخمسة في دورة أبطال أفريقيا فما عندهش أو عند لعبته الخبرات الكتيرة بس القصة كلها بتتكلمه النباكيتا عنده خبرات اللعب في الدورة المصري اللي هو كلام لكده مع الزمالك وأجوال أفريقية فبالنسبة له مش هتبقى يعني إيه جديد الأجواء دي عليه بالضبط بالضبط للصحافة كابتن الجزائرية كانوا بتكلموا على فكرتين برضو النهاردة فكرة الغيابات وفكرة الإرهاق برضو كابتن الناس كلها بتتكلم النادي الأهلي هو الوحيد اللي بتتكلم فكرة الغيابات والإرهاق لا الدينية كلها في أفريقيا بتتكلم دلوقتي عن إرهاق بالضبط هو دلوقتي يقول لك أنا جاي من غانا وعدت يوم في الجزائر وجيت على القاهرة وهارجع تاني وهارجع تاني الجزائر فهو بتكلم برضو فكرة إنه هو عنده غيابات عنده خفص لعيبة كابتن منهم اللي هو يعني بتعتبر خط الدفاع عنده فيه بالضبط خط الدفاع تحديدا عنده أزمة شوية فيه بالضبط وده كمال كان التركيز النهاردة حتى هو ما بتكلمه إنه هو يتحدى إرهاق الغيابات وبتكلمه كابتن على فكرة إحياء الأمال أفقارية بالنسبة له لو أخذ نقطة النهاردة سيقوم بالضبط نظام حضرتك هو بيقسم المطش لجزئتين الشوط الأول في القاهرة والشوط الثاني مع نفس المنافس في الجزائر الحاجة التالية برضو يا كابتن بيتكلمه على فكرة إنه لادي الأهلي بالنسبة له في ملعبه منافس شرس بيتكلمه هم حتى حسين العيادي كان بيتكلم بيقول إحنا لابنا في برج العرب هتبقى أسهل شوية من موجود الأهلي في أستاذ القاهرة اللي هو لعب أبليكي في أستاذ القاهرة فعارف يعني الأهلي في أستاذ القاهرة لأتمنى إن شاء الله أنه هو يشوف النهاردة 30 ألف ويكونوا متواجدين بكلهم في المطش ويبقوا دافع قوي لفريقة الله للأهلي بالإضافة اللي كلتا بتتكلم على تأكيد الصدارة هتبقى سبع بونت في المجموعة هتريحك شوية في المطشات اللي جاية خاصة اللي كلتا عندك مطشين خارج ملعبك منهم مطش في الجزائر ومطش مدياما الغالي اللي هو دلوقتي أصحب أصبح مفاجأة ودخل معاك في الحسابات وإن شاء الله النادي الأهلي إن شاء الله يحسب النهاردة بإذن الله جزء كبير من تأهله وعدم الدخول في الحسابات المعقدة وإن شاء الله إن شاء الله زي ما قلنا النادي الأهلي بالزبط آخر سنتين كان بالنسبة لنا البدايات مش قدي كده ربنا كرامنا إن شاء الله السنة دي خد لها ثلاثة نقاط وخد لها النقطة يعني كان نفسنا نقطتين كمان زيادة في الماتش لكن ربنا ما أردش رجع لبنتيجة إيجابية إن كنت بتلعب خارج ملعبك في ظل الظروف والغيابات ربنا يكرمنا إن شاء الله نهاردة بسنة نقاط تبقى صدارة تبقى بداية ونهاية سعيدة لفصل ونبدأ فصل جديد مع بطولة جديدة الناس كتير قوي الجمهير المصرية في السعودية منتظر النادي الأهلي الجمهير المصرية كلها بتدعم النادي الأهلي ورب لياكم إن شاء الله ممثل الكرة الأفريقية شاء الله لرجع برضو ممثل الكرة الأفريقية بإذن الله رب شكرا جزيلا عنديك ولينا القاة إن شاء الله بإذن الله شكرا لك كابتا العافية